السلام عليكم كنت قدرت فيديو حول تصويت السيدة بون بالوكالة ووقفت إلا عند موضوع الوكالة هذه منين جابتها وكيفاش وين السينية لهذه الوكالة قبل ما يمشي يخمم في انتخاباته الرجل المريض مدينه فوق سيفيار مدينه سبيطار فعلى عجاله ورحم ولكن بعد ما بنادم يتقلع في هذا الصور ويشوفهم ليه كاين ملاحظتين حم يخل بملاحظتين الملاحظة الأولى هو أنه سيدة بون لبسة الأسود وساك ديلها أسود والأسود في عاداتنا وتقاليدنا وثقفة نسائنا خاصة يدل على الحيدات هل هذه السيدة ارتدت الأسود لأنها في حال تحيدات تقاليدنا وثقفة نسائنا خاصة قلوشك على السروارك حل موتك حل هذا يدل على حارة الحداد هل هذا الحداد لأنه في شيء لا يدل على حال ملاحظتين بعكس الأكاذيب اللي يرى ما يكتبون فيها مرئة جمهورية أم هي حازينة على الوضع اللي يرى هي عايشاته سمعت لأن هذه المرأة باينة يعني ما هيش تحرجات وتحركات يعني عرفنا نساء وزارة وعرفنا نساء جميرادات وعرفنا نساء رؤسها مثلا لما تقارنها بحريمة بن جديد سمعت كاش كان الآخر باينة تعلنها ماشي وزيرات هذي باينة بنت دار ما هيش تعل بروتوكولات وكذا حدها حد روحها وشغل ما حضروهاش باينة خالعة مسكينة مخلوها في هذا كل البروتوكول ومأضام مأضام مأضام مخلوها باينة تصورها وش لي تصور فيها خلي المرأة مسكينة أنا راح في حالة راجلها في الكومة سمعت ما بيهاش تعلي باش نخرون من مفروض ما يخرجوهاش هي باش تصور بلاستو عنده أولاده عنده خالد بلوم بلوم ايما يعطون بشغلها محمد قريكا ورحمها وخالد بلوم بلوم يروح يفوت بلا ما يصوروه وعليش لازم يتصور يش كون هذا اللي خدها مبادر أنه يخرج مرأة مسكينة من دارها في حالة راجلها يعني مهما يكون تحبوا ما تحبوهاش نكرهو ما نكرهوهاش ولكن هذه المرأة راهوا زوجها راهوا زوجها هذه المرأة وبالتالي راه يمتقلم أنه زوجها راهوا في حالة صحية لا يحمد عليها يعني يرثلها هذه الحالة اللي يروح فيها نعم نعم ف نحن وعليش يخرجوها الناس هذه المناحضة الأولاد تعلون الأسود المناحضة الثانية يقولوا باللي جا تصوت بالوكالة نيابة عن زوجها صح وهي ما تصوتش وهي ما تصوتش شفناها دارت اين انفلوب ظرف واحد وشفناها جابة بطاقة ناخب وحده وجواز سفر نحن كيفاش معناش بطاقة تعرف ولا لها هي أو الراجل لا بدناش لما نصوتت جواز سفر وبطاقة ناخب ما دام يقول لك ما عليها الجوب لها بطاقة ناخب و لكن جيب بطاقة تعرف ثانية الورقة على التوكيل ماش فنهاش لهذا هذه الإرادة التعشف فيها بتاع التصوير يعني تزور يقول لك شوف بلوش لمنسانج ايقرو بجمعات بلوش يتبس با قد ما تكبر الكذبة ما تجوز ذوق الراجل هذا معناش بلا راه في الحياة ولا راه في الموت ايه ايه السيد معناش لا راه في الحياة ولا راه في الموت وبالك شره ومات هذه الساعة لا تكلموا فيها وأنما الأمار بيدي الله والموت حق بش تقولها بعيد شره مرة ما كانت شر الموت مرة ما كانت شر الموت مرة ما كانت شر الموت حق هذا يعني أي مؤمن يقول لك مازاج ندير شوية مخير نزيد شوية كتر هذا المكان سمعت ايه الآن صيد معناش به وعلى اللخر يجي يقول له ايه راه هو موضع صحيح مليه ماذا هو صحيح مليه انتا يعني تطبيب ترفونا ولكرح تشتو مركانه مخارطه يجمع هذه حكاية متفرقة يقولك راه بس راه قده الرياجية يا راه براو الرياجي قده ومبعد عبوه في شاريطة الله يقدر خير بلادنا السلام عليكم ورحمة الله